قل لي بقى يعني عملت ايه رسلت ازاي مسيرة عملك للفيلم كانت ازاي والمهرجة ناط انا عملت الفيلم عشان خاطر انا رأيت ابنوب في الحتة دي اه انا كنت كل فترة في حياتي بلوني انا بقدرس انجليزي مش عارف ايه طب مش عارف اروح مثلا اعمل برنامج على يوتيوب اه يعني انت حسس ان امكانتك ابعد من مجرد انك تكمل معنطبية انت بتشتغل في الفهم انا بشتغل في المستشفى سكرتير اداري طبعا انما ده مش مش هو ده اللي انا عايزه هو ده اللي انا حبه مش الحلم اه بالضبط انا حس انها جوية كتير جدا عايزة اديني الناس بدليل انت كمان بتدرس ادابي علم نفسك مفاكتش تدرس السينما يعني ايه ما ولا مش حاببه بص فيه مفخر جسمه كوينتين ترنتينو قال ايه لو انت عايز تعلم السينما قد كاميرا او اسنع فيلمك الله ما هو ده اللي عملته اه انا لو ععدت التجربة والخطأ وقراء الناس هتعلمك اكتر ايه اكتر حاجة الله جماعة معيش هنعيد تاني ايه الكتاب مكنش هيقول لي عيد تاني لو ده غلط انا اللي شفتها غلط فعشان كده انا عدت تاني صح فهانا جبت الكاميرا وبدأت على طول اه الفيلم نفسه استغرق مني حوالي اسبوع كتابة اه صورت يوم اربع ساعات انا عادت اصور اربع ساعات عشان نطلع في المونتاج في دي او مصر اه كان الموضوع يعني في الاول كان صعب شوية بس الحمد لله تمام عادت امنت نشوفه بتاع 3 ايام اه ما كنتش هتوقع بصراحة كل المؤهزين المنافسة خالص ولا انا نجي مع حضرتك بسبب فيلم قصير زي ده طيب اعايز اسألك لما انجزت الفيلم اه قلت بقى هعمل ايه بقى عارضه مثلا على يوتيوب ولا لا ادور على مهرجانات اشارك بي فيها قبل معارض لانه عارضت على يوتيوب خلاص طبع اش هتنفع تشارك انا مستني فيه يعني انا لسه شايف ميل اقول امبارح جالي من مهرجان من باكستان تقريبا بيقول انه استقبل فيلمي وان شاء الله في شهر قبيل هيعلنه عن كل حاجة بالمناسبة فيلم يعني انت شفت المهرجانات دي وبدأت ترسلها ولا عملت ايه بس عايز اعرف ما انا اقول احضرت عشان الشباب اللي بيتفرج علينا يعرف دلوقتي عايز اعمل زي ابا نوب وعندي افلام صغيرة اعمل ايه عشان اوصلها للمهرجانات دي اولا لازم يكون غرضك مش مهرجاء اه صح برافو عليك اولا انا بعمل سينما عشان خاطر انا بحب السينما صح انا لقيت ابا نوب في الحت دي اه انا عاز اوصل الفكر دي ابا نوب عملتها في فيديو على يوتيوب شوما نجعتش ما وفقتش ما وصلتش زي ما كنت عايز اه في السينما اتحت يعني اتح ليها كده عارفت اعمل كده اه فانا كانش غرض اصلا منها اصلا معاتوا المهرجاء ماشي ده كان فيلم اعاز اوصل بيه رسالة تمام بس تواجهت بسؤال هاعرضه فين اعرضه فين هتوصل الرسالة المين مدام ما تعرضش زي الفول في مهرجانات بتفتح اه 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 اللي هو مصر نيويورك ده اه بعد كده رئيس المهرجان بتاع الجزائر دخل كلمة نفسه دخل فين دخل كلمة الواتساد ايوة عارف منين مش عارف هو امه بتوصله مع بعض تقريبا المهرجانات قلت له تمام انا اصلا حد معروف مخرج او موصل اه اسمه تاريمة اسمه دليل بالخدير اه جزائري يعني اوكي هو عادي تنقش معاكم واروكا انا فكرة جزائر متطورة بصناعة السينما جدا هو نفسه عامل فيلم وثائيكي عن مصر حتى لما عملت كلمة ودتها اثناء فوزي بالجايزة كان بيقول لي نطمح نتصور الفيديو ده في مكان خارجيه يعني ومسلا زي الاهرامات او بورد الكهيرة امين بها معالم مصر يعني بس انا طبعا معرفتش انا وقتنا ضيق معنش ااسأل سؤال تاني هو انت لم تدع من اي من المهرجانات دي عشان ترافق فيلمك او تستلم الجايزة او كده ما حدش دعكش سنتسافر تستلم منعايز اقول له حضارك برضو ان في مهرجانات اه بفلوس يعني عشان عامل عشان عامل تصميت بفلوس نفسه اه كل المهرجانات دي فريق اه كل فيها دعم معنوي بوانس زي ما انت قلت المهرجان المصري الامريكي مشارك فيه الفين عمل هيجيبه مين ولا مين انا اصلا استغربت ان انا سعدت في النهائي وانه انا قلت الفين عمل اكيد اكيد كاميرا اه انا بس المهرجانات اللي هي مهرجانات الموبايل بس افلام الموبايل مدورتش عليها دي وشاركت فيها انا دورت كتير اه فيه مهرجان مهرجان الكهارات الدولي لسان ما الموبايل بيقبل برده بس ربما اوقف دلوقتي اه بقور كاميرا بيقود اه اعتقد لو امي مش مهم موبايل واش موبايل مهم الفكرة نفسها اه ويكون فيلم فعلا فيه فيه تعامل سيكونز في المشاهد ايه وفيه تتابع اه بالظبط كده انا يكون فيه اقاع وفيه لسه واحد مخرج صديق لي بيقول لي انا اتفرجت على مصنف كده عشرين دقيقة باسمه مل او فقبل ما يقول لي هو قد ايه يعني فبقوله هو مدته قد ايه قال لي مش مشكلة مدته قد ايه انت ممكن تقعد ساعة ونصف تتفرج على حاجة وانت مركز معاه وممكن حاجة خمس دقيقة وتحس ان انت زهقت بزبط بزبط فهو لو حد عايز يبعط الفيلم المهرجان انت شوف انت عايز توصل ايه اه وكتبها وعملها وبعدها كده ادورت تودها فيه هتلاقي ناس كتير قوي تاقي يعني انا الحمدلله وولاك داخلت كلمني وقال لي ممكن تشارك قلت له مفيش مشكلة طب عرفت منين بقى انك خدت الجايزة بتاعت الجمهور دي طبعا رسلوني على الميل طبعا رسلوني على الميل وقالولي ان بوكن تكسبته وعلنوا عني وطالبوا مني اقول كلمة وبعتولي الشهادة كمان حسيت بايه بقى لما حسيت انه انت كنت حسيت بتلعب مع روحك كده يا بتعمل فيلم كده كنت بجرب كنت بجرب اه انا كنت بجربة لانك كان فيه فيلم اللعنة في ناس دارية بالتجربة ومهتمة بيها وعايزة تقدرها كمان بجايزة حتى رئيس المراجلة بتتكلمني قال لي انت موهوب بس ممكنيتك وليلة شوية وقتوله دي حاجة مش مزعلاني طالما فيه الموهوبة نفسها خلاص انت لسه بتبتدي انت لسه بتبتدي